السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخواني وأخواتي وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخ حسن إدريس من ليبي حسن يقول هل يجوز العمل طبيب في مصحات طبية ويكون في أصول أموال هذه المصحات شبهة يعني تأسست بأموال غير شرعية أخوي حسن من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لي العمل في مثل هذه المصحات التي أصل أموالها يعني أنت تقول بأنها غير شرعية كأنك تشير إلى أنها قروض ربوية من حيث العمل بالنسبة لك مشروع يجوز للطبيب أن يعمل في عيادات أو مصحات أو مستشفيات بنيت بأموال ربوية بنيت بأموال ربوية يعني ليست هي مأخوذة غصبا يعني مثلا غصبت أو شيء لا وإنما تعاملات بالنسبة لك أنت لا يعني يتعدى الحرام إليك ما دام أنك تقوم بالعمل على أكمل وجهه فجائز بالنسبة لك عندنا مسألة اسمها الوراء وهذه من أعظم المسائل يعني بعض الناس قد يتورع يقول لا والله أنا ما أريد أن أعمل في هذا الجانب وهذا لا شك بأنه أفضل إذا الإنسان ممكن أن يجد عمل آخر حتى لو كان أقل مرتب فيتورع عن العمل في هذا المكان هذا يعني شيء عظيم شيء عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويقول عليه الصلاة والسلام فمن اتق الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه لكن نحن من حيث الحكم الشرعي هذا عملك أنت ليس لك علاقة بمصدر يعني بناء هذه المصحة فيجوز لك بارك الله فيك محمد من تونس بارك الله فيه يسأل يقول أبي كانت له معاملات ربوية منذ زمان بعيد وكان هو بعيد عن التدين وقد اشترى ممتلكات بمال مختلط منه حاليا الذي منع على الوالد بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبراءة مما يعني حصل منه من قضية التعاملات الربوية وخلط المال للحلال بمال محرم والحمد لله الذي فتح على قلبه وأنار بصيرته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهذه لا شك بأن نعم من نعم الله سبحانه وعز بالنسبة لك أخي الفاضل بارك الله فيك يعني ما أهداك الوالد من هذه السيارة أو البيت أو مثلا أعطاك مبلغا لتتجر به لا شيء عليك في ذلك أهم شيء أن الوالد فعلا ينقي أمواله ويطهرها مما شابها وكدرها من هذه الأموال وقد فعل ولله الحمد وأوصي والدك بالكثير من الصدقة ويعني أن يعمل عملا صالحا خاصة الأعمال المتعدي نفعها إلى الآخرين وبالنسبة لك يجوز استعمال السيارة ويجوز أن تقترض من الوالد لأجل الزواج ويجوز أن تقترض لأجل فتح مشروع تجاري مثلا ولله الحمد والمن أم عبد الله من ليبيا تقول والدي لا يخرج زكاة أمواله ونحن ننصحه بإخراجه لكن لا يفعل علما بأنه غير متعلم وهو كبير في السن والحمد لله هو بعقله وصحته ويصلي ويصوم والوالد يضع أمواله عند أخي هل يجوز لي أخي أن يخرج الزكاة ووالدي لا يعلم أختي أم عبد الله من ليبيا بارك الله فيك أولا أختي الفاضلة مسألة الزكاة لا علاقة لها بالعلم والشهادة والأمية وغير ذلك المسلم مطالب بأن يستجيب لأمر الله تعالى سواء كان عاميا سواء كان أمي أو عامي أو متعلم أو يحمل أعلى الشهادات يجب على المسلم أن يستجيب لله سبحانه وتعالى ولذلك والدك أسأل الله تعالى أن ينير بصيرته وأن يفتح على قلبه وأن يهديه هادم لركن من أركان الإسلام وهو الزكاة التي تأتي بعد الصلاة ففي الصيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس يعني هناك باني من الذي بنى الإسلام الله عز وجل بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت و لما نقرأ القرآن نجد غالب الآيات التي يأتي فيها ذكر الصلاة تأتي الزكاة مقرونة مع الصلاة و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة فلذلك يجب على الوالد أن ينتبه لهذه القضية أولا لا بد أن يعلم بأن الله عز وجل هو الذي رزقه هذا المال لا يعني يعتقد بأنه بذكائه و شطارته و لوذعيته و فطنته أبدا أبدا نرى الآن بعض المتخصصين في التخطيط و في التسويق و فيه يعني مستشارين يقترضون ما عندهم أموال فقرة و لذك عام الله عز وجل هو الذي هده هو الذي دله على هذا الرزق و لذلك يجب عليه أن يحمد الله عز وجل و أن يضيف النعمة إلى الله نعمة الرزق يقول هذه من الله عز وجل أمر الثاني الله عز وجل أوجب في هذه الأموال حق للفقراء و المساكين و بقية الأصناف و لذلك قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء و المساكين قال العلماء اللام للتمليك و النبي عليه الصلاة و السلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم قال ترد في فقرائهم ماذا حق و ذلك الله عز وجل أوجبها المسألة الثالثة بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا ما يمكن أبدا أن يبقى مالكا لهذا المال و هذا يدلنا على أن ملك الإنسان للمال ملك ناقص ملك ناقص لأن الملك كله لله الملك لله عز وجل و لله ملك السماوات و الأرض و بدليل أن الإنسان يترك المال يروح للورثة يموت و ينتقل المال للورثة هذا الدلال على أن ملكه ناقص و لو علم الورثة أن هناك في الكفن دينار أو درهم أخرجوه ما يسمحون أن يكون في الكفن دينار أو درهم أو قطعة ذهب أو لش لماذا؟ لأن يذهب إلى التراب و أيضا أحيانا في هذه الدنيا الإنسان تصيب خسارة في ماله إما جائحة سماوية أو أرضية مثلا و إما خسارة في أسهم أو تجارة أو شيء و يذهب عليه يمسي غنيا و يصبح فقيا لا بد الإنسان أن يعتبر المسألة الأخرى أختي الفاضلة المانع الزكاة معذب في الدور الثلاثة في الدنيا و في القبر و يوم القيام أما في الدنيا فهذا الألم الذي يجده و هذه المعاناة التي يعني يعالج نفسه فيها في معالجة و مقاساة و معاناة و حرص على المال الحرص هذا و العيادة بالله مرض و ألم و بلاء و عذاب و لذلك تجد البخيل هذا معذب في الدنيا يعني الدرهم إذا خرج منه كأنك أخرجت قطع من لحمه فهو معذب نسأل الله العافية و السلام يعيش عذاب في الدنيا و حرص تجد دائما حريص عنده حسابات دقيقة و هذا عذاب و العيادة بالله هذه عقوبة من الله عز و جل في القبر و العيادة بالله يسلط الله عز و جل عليه في القبر عذابا عظيما جاء في الحديث الصحيح شجاع أقرع ثعبان عظيم يأخذه بالهمزتي يقول أنا كنزك أنا مالك يعذبه إلى أن تقوم الساعة و يوم القيامة يقول الله جل وعلا و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أصحاب الأموال يعذبون بأموالهم سبحان الله الجزاء من جنس العمل أصحاب الإبل و البقر و الغنم هذه تطعهم يوم القيام تطع أصحاب الذين لا يخرجون الزكاة أصحاب الذهب و الفضة و الأموال هذه تكون وقود لهم في النار تكوى بها الجباه و الجنوب و الظهور و يقول هذا ما كنستم لأنفسكم يبقى المسألة الأخيرة بالنسبة لإخراج الإبنة الزكاة لا ينفعه صحيح هي خرجت لأنه حق لله لكن ما ينفعه عند الله ما ينفعه لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية و هو ما وكل ابنه مثلا قال لو أخرج الزكاة عني ما وكله و لذلك لو أخرج ابنه الزكاة نعم جزاه الله خير حتى و لو لم يعلم لكن لا بد أن يعلم الوالد بأنه لا أجر له و أنه ما أقام هذا الركن ما أقام هذا الركن فنبهوا لهذا و عضوه و ذكروه و خوفوه بالله عز وجل و بيّنوله بأن الزكاة هذه فريضة و ركم من أركان الإسلام عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول أنا دائما في السجود أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجزيه الله و عنا خير الجزاء فهل في هذه المداومة محظور عبد الله من السعودية بارك الله فيك رضي الله عنك أسأل الله تعالى كما أحببت نبيه و تعلقت به أن يجمعك به يوم القيامة اللهم آمين و إياك و جميع المسلمين و المسلمات أخي الفاضل النبي عليه الصلاة و السلام الدعاء له هو هي الصلاة عليه اللهم صلي على محمد أو صلى الله على نبينا محمد أو عليه الصلاة و السلام هذه الدعاء هذا هو الدعاء للنبي عليه الصلاة و السلام فالله تعالى يقول إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما و لذلك قال العلماء الصلاة على النبي صلى الله و سلم هي الدعاء له بالرحمة هذا قول أحد الأقوال في المسألة و القول الثاني قالوا الصلاة على النبي هي ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى و قد اختار هذا جمع من أهل التحقيق من أهل العلم يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى في الملائك يثن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم و أنت إذا قلت في سجودك اللهم صلي على محمد و اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمة طيب بارك الله فيك و رضي الله عنك و أيضا تدعو لنفسك و تدعو للمسلمين و المسلمات أم عبدالله بن السعودية المدينة المنورة تقول يا شيخ قبل أكثر من أربعين سنة فاتتني ثلاث رمضانات ما صمتها بسبب جهلي في أحكام الصوم الطهارة كنت أجهل كيفية الطهارة من الحيض و كنت أعتقد أن الصوم ليس واجبا و إنما هو مستحب لمن أراد و قد يرى عليه الآن عمري ستين سنة و الحمد لله صوم رمضان كل عام سؤالي يا شيخ يشق علي صوم ثلاثة شهور و لو متفرق ماذا علي أختي أم عبدالله من السعودية المدينة المنورة بارك الله فيك و رضي الله عنك أكيد أنت تعيشين في البادية و ذلك لأن من يعيش في المدينة المنورة مدينة النبي عليه الصلاة و السلام يعني يعرف الطريق إلى العلماء و يعرف كيف يتصل بالعلماء من قديم الزمان يعني فلذلك قد تعذرين كونك في البادية بعيدة عن المسجد النبوي بعيدة عن مجالس العلماء فأسأل الله تعالى أن يغفر لك الأمر الآخر أختي الفاضلة لا بد عليك من قضاء هذه الأيام أنت الآن ذمتك مشغولة بالأشهر الثلاثة هذه التي تركتيها أيام جهلك و هذا لا تعذرين به يعني هذا لا يسقط بالتقادم و لا يسقط بقول والله أنا ما كنت أدري أنه يقضى لأن هذا هذه المسألة خاصة مسألة الصيام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرور و من قديم الزمان سبحان الله فقه الناس المسلمين في الصيام قد يكون أكثر من فقهم بالصلاة مع أن الصلاة يعني أعظم لكن عندهم سبحان الله معرفة و عناية من قديم الزمان حتى الفلاح اللي في المزرعة و الراعي في الغنم و يعني جميعنا سيعرفون هذا الشيء الأعراب مثلا من قديم الزمان و لذلك أخت الفاضل أبارك الله فيك يلزمك القضاء أنت ما دام تصوم رمضان أنت قادرة على القضاء و بعدين أخت الفاضل أنصحك أنك تختارين القضاء في وقت الشتاء تختارين القضاء في وقت الشتاء تعرفين ما شاء الله جو المدينة بارد في الشتاء بارد بارد يعني الإنسان ما يفكر لا بالأكل ولا بالشرب فأنت تختارين في الشتاء وتصومين تشوفين في الأسبوع كم تتحملين تصومين الحمد لله و بإذن الله تبرئين ذمتك مما اشتغلت به من هذا الحق الذي لله عز وجل أحسين من اليمن بارك الله فيه يقول أنا متزوج و زوجتي عاصية أمري عندما تريد الذهاب إلى أهلها و صديقاتها وأمنعها تغضب وتتمنى عني بل وتذهب أحيانا تشتكي للوالدة وأنا لا أخالف أمي أسمح لها مكرها آخر مرة نوى تذهب إلى أهلها منعتها و لم تكترث لمنعي و ذهبت لأمي تشتكي وأنا أخذت ذهبها عقوبة لها وهي ذهبت إلى أهلها من شهر وهي عند أهلها بحجة أني أخذت ذهبها وأنا أخذت أبغى أعاقبها عمي يبغى يرجعها قال أبوها ابنتي ما ترجع إلا يرجع الذهب ما نصحتك أحسين من اليمن بارك الله فيك أولا أنا أنصحك بإرجاع الذهب إليها لأن هذا الذهب مالها و ملك لها فأرجع الذهب إليها حتى تنتهي هذه المشكلة وتنطفئ هذه الفتنة لأنه واضح بأن هناك فتنة والشيطان حريصا على إذكائها وعلى أن يقسي قلبيكم على بعض وأن يبعد المسافة عنكم وأن يمارس لعبته و دوره الخبيث في إيصالكم ثم إلى مرحلة الطلاق و الفراق فاحذر و لذلك قل لعمك الذي دخل واسطة فضل سلمها الذهب هذا ذهب سواء كانت على ذمتك ولا على غير ذمتك هذا الأمر الأول الأمر الثاني يجب على هذه المرأة أن تتق الله و أن تخاف الله و لا يجوز لها أن تعصي زوجها في المعروف إذا أمرها زوجها بمعصية الله نعم ما تطيعه أما إذا أمرها بمعروف كيف تعصي زوجه كيف تعصي زوجه و الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم النبي عليه الصلاة و السلام يقول إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها دخلي من أي أبواب الجنة طيب ما هي طاعة الزوج طاعة الزوج في الفرائض و الواجبات التي أوجبها الله لا هذا أوجبها الله طاعة لله و طاعة لي رسول الله طاعة الزوج إذا قال لزوجته أنا ما أحبت لا الأعمال لزوجته والله أنا أشوف أنك تخففين من الذهاب لأخواتك خفف شوي روحي في الشهر مرة مرتين تقول سمعا و طاعة طاعة الزوج إذا قال لها والله لباسك ما أعجبني غيري لباسك البسي كذا هذا ما يصلح تقول سمعا وطاعة هذه الزوج اللي حافظ للغيب وتخاف الله وتخشى الله سبحانه وتعالى كيف يعني هذا التمرد على الزوج وهو يأمرها بمعروف وبخير وتذهب تشتكي وتوسع دائرة المشكلة وليس هناك مشكلة الله عز وجل جعل الرجل قائم على البيت وسيسأله الله عن زوجته وعن أولاده وعن بيته فلماذا الآن المرأة يعني تحرص على بعثرة هذا الأمر وتشتيت هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته سيسأله الله عن زوجته فالزوجة اللي اللي ترفض أوامر زوجها التي فيه المعروف أنا ما أقول والله الزوج الذي يأمر زوجته بما لا يطاق أو يتعسف في استعمال الحق يعني هذا ما أذول له لا 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 أبداً وكثيراً ما كنت أجيب على أسئلة يعني فيها حقيقة توجيه وإرشاد للأزواج أن يتقوا الله وأن لا يتعسفوا في استعمال هذا الحق الذي منحته الشريعة لهم فيما يتعلق بقضية الأسرة لا نتكلم على الآن قضية رجل يقول ما تسمع كلامي وإذا قلت لها تمردت وزادت وذهبت أيضاً توسع المشكلة على أن تتق الله نبيه عليه الصلاة والسلام جاءته إمرأة تستفتيه في مسألة فسألها أذاته بعل يعني متزوجة قالت نعم يا رسول الله قالت كيف أنت من زوجك كيف أنت منه يعني كيف حالك ووضعك مع زوجته قالت والله يا رسول الله لا آلوه يعني ما أقصر يعني قدر المستطاع قال انظري فإنه جنتك أو نارك انظري فإنه جنتك أو نارك لذلك المرأة هذه عليها تتق الله والتخاف الله والله أني أخشى عليها العقوبة من الله عز وجل إذا فعلاً هي متعمدة الزوج وفر لها المنزل وفر لها النفقة وفر لها الأجواء المريحة يأذن لها بزيارة أمها بزيارة أخواتها بزيارة أحياناً بعض صديقاته لكن على أن لا يكون هذا يعني على الدوام ويعطيها إرشادات وتوجيهات وقد هو يطلع على أشياء ما يحب أن يفصح عنها لزوجته حتى لا يعني يجرح مشاعرها مثلاً مع أخواتها مع صديقاتها وحتى ولو لم يأكن هناك طيب ما فائدة الزوج إذن في البيت ما فائدة يعني هذا الزوج في هذا البيت إيش دورة يعني؟ إذا كانت المرأة تخرج من دون إذنه أو إذا قال لا تخرجين قالت أخرج ومثل ما يقولون افعل ما تشاء ما صار بيت هذا البيت مملكة صغيرة البيت مملكة صغيرة فيها شخص شخص يقود هذه السفينة وهو رأس في هذه المملكة الصغيرة الزوج الزوج لذلك على المرأة تتقل ولا يجوز لها أن تقلد الأخريات يعني بعض النساء للأسف مهزومة يعني شخصياً ونفسياً مهزومة ضعيفة تقلد الأخريات في الشر وفي الضياء ها إمعة إمعة يعني شافت وإمرأة تمردت على زوجها قالت أنا ليش ما أفعل مثل ما فعلت شافت بنتها تمردت على أسرتها قالت ليش ما أسوي مثل ما سوت هذا ضياء هذا ضياء لا تنظر إلى الهالك كيف هلك ولكن انظر إلى الناجي كيف نجع فعل الناس لا يكون حجة تصرفات الناس ليست حجة الإنسان يتخذ قدوات صالحة شوف أمهات المؤمنين كيف وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة الآيات زوجات الصحابة رضي الله عنهم كيف كنا يعني بالتمسك الآن يمكن الله العليم لو يعني أنت سألت عن والدتها وجدتها يعني قارات في البيوت يعني قليلات الخروج ليش ما تشوف أمها وجدتها وخالتها وعمتها اللي كان ولله الحمد على خير وش اللي تغير يعني هل تغير وجود نماذج سيئة تبث سمومها في النساء والله نقلدهم فعلى زوجتك أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تلزم بيتها وأن تتنعم بهذه الجنة الدنيوية الأسرة هذه جنة جنة والله من جنان الدنيا إذا فعلا أحسنت القيام على هذه المملكة على هذه الأسرة على هذا العش على هذا البيت والله أن تعيش في جنة فبالنسبة لك يا أخي الفاضل كما ذكرت لك أرجع لها الذهب ذكرها بالله خوفها بالله بالمناسبة يعني من خلال السؤال يعني يؤسفني أن يكون الأب أيضا له دور في مثل هذا قد أعذر بعض الآباء بسبب العاطفة الأبوية قد يعني يضعف أمام دمعة البنت وكذا لكن يجب أن الأب يأخذ دوره الحقيقي ولا يسمع لابنته أن تتمرد على زوجها أو على بيتها ويقول لهذه المرة ولا شيء بعدها أنا أسمحت لك تدخلين بيتي وخرجتي من بيت زوجك ما ضربك ولا شتمك ولا يعني ما رس عليك ما يعني يؤذي ويضر ترجعين لبيت زوجك هذا الأب الذي يجب أن يأخذ الدورة في الحياة لا يضعف أمام عاطفة البنت لأنه في النهاية إذا البنت شافت والدها ضعف أمام يعني عاطفتها ووقف في صفها يعني وقف في صفها ليس قضية والله مضرومة أنا ما تكلم عن المضرومة الذي يؤذيها زوجها ويضربها ويضربها ويؤذيها ويسجنها ويسحقها لا 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 هذا حق يود للمحكمة أنا أتكلم على قضية مثل هذه قضايا تافية تافية والله هذا الأب ما سأل بنته لماذا أنت الآن شهر في بيتي إذا قالت والله أخذ ذهبي طيب لماذا أخذ ذهبك هي تذكر السبب الآن والله لأني أنا ما أسمع كلامه هنا يعرف الأب كيف يتصرر صلى الله تعالى يهدي الجميع أم سلطان من اليمن أيضا تقول عندي ولد عمره ثمان سنوات كثير اللعن يلعن دائم وما أدري إيش أسوي ما أضرب ولا فيه ولا شيء ولا فائدة يعني ماذا علي في مثل هذه الحال أختي أم سلطان من اليمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يصرح لك الذرية كما أسأله جل وعلا أن يصرح لك النية بالنسبة لهذا الولد الذي يعني اتصف بهذه الصفة القبيحة السيئة لا بد من معرفة من أين أتى بها لأن الأولاد الأولاد الولد خامة الولد جوهرة الولد مثل العجينة التي تشكل خاصة المرحلة السنية التي ذكرت يعني ثمان سنوات وما زال في طور التشكيل يلتقط من هنا ومن هنا ينظر إلى والده ينظر إلى بعض النماذج الموجودة في أسرتكم قد يكون معلم قد يكون زميل له في الشارع في المدرسة لا بد معرفة السبب واخترف هذا يعني أنت واضح امرأة صالحة وأسرة طيبة لا بد أن تسألي قبل ما تضربينه اسألي من وين أتى بهذه الصفة لأنه صغير هذا ثمان سنوات قد يكون سمعها من والده أنا ما أدري أنا أقول قد يكون سمعها من والده إذن الوالد يجب أنه يراجع نفسه ويتق الله ويترك شيء اسمه لعن قد يكون سمعها من إخوانه الكبار مثلا إذن عليه عليه من يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا اللعن قد يكون سمعها من أولاد الأولاد اللي يلعب معهم في الشارع مثلا أولاد الحي إذن هنا لابد أن تنتبه قد يكون سمعها من المدرسة مثلا إذن معرفة السبب مهم جدا لتشخيص الحالة ما دام أنك يعني في أسرة طيبة وصالحة ولابد أن يفهم هذا الولد يعني الضرب اعتقل ما يأتي بنتيجة لابد أن يعلم بأن اللعن هذا حرام ولا يجوز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ويقول عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيام ولا شهداء استهداف الولد بهذا التوجيه الشرعي بيان حرمة اللعن ولا يجوز اللعن وأن الإنسان إذا لعن ترتفع اللعن إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل فإذا كان الشخص الذي وجهت إليه اللعن يستحق ونزلت عليه وإلا رجعت على قائله أعتقد الولد إذا سمع مثل هذا الحديث بيخاف لأنه خطير سواء كان صغير ولا كبير أي إنسان الآن يلعن اللعنة هذه تصعد إلى السماء فإذا وصلت غلقت أمامها أبواب السماء فتذهب يمينا وشمالا ما تجد يعني مجال ثم تنزل إلى الأرض فإذا استحقها من لعن وقعت عليه وإلا رجعت على قائلها على قائله نسأل الله العافية والسلام فهذا الذي ينبغي لك أن تسلكيه وأيضا تختاري له الرفقة الصالحة الطيبة تزجين به في حلق تحفيظ القرآن في دروس العلم يأخذه والده إلى مجالس الرجال الأكامر المجالس مدارس المجالس مدارس يتعلم منها أسأل الله تعالى ولا تنسين أخت الفاضل لا تنسين الدعاء له الدعاء له وقل لي له دائما عودي إذا أردت أن تلعن قل أستغفر الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو كلمة طيبة يتدرب على هذا حتى ينظف لسانه من هذه الألفاظ السيئة أم محمد من السعودية تسأل أن حكم كشف اليدين للمرأة في الصلاة أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للمرأة تكشف وجهها في الصلاة إذا كانت لوحدها أو مع نسائها أو مع محارمها أما إذا كانت بحضور الرجال الأجانب وهي تختار تغطية الوجه فإن تغطي وجهها أما اليدين فالأصل أن تغطي سائر بدنها مع دا وجهها لكن لو كشفت الكفين الكفين فإن هذا قال به كثير من أهل العلم وقالوا بأنه لا يدخل ضمن لباس الصلاة يعني الأعضاء التي تغطى بلباس الصلاة فللمرأة تكشف يديها كفيها ما تكشف الساعد تنتبهين إنما الكفين هذه إلى هنا والأفضل تغطيتها بشرشة في الصلاة يعني مثلا هذا يكون أفضل يا أم محمد بارك الله فيك نعيمة من هولندا تقول أنا سأذهب إلى بلدي الأصلي لقضاء العطلة بضعة أسابيع هل أستطيع الجمع وقصر الصلاة هناك فترة الإجازة نعيمة من هولندا بارك الله فيك بالنسبة لك إذا رجعت إلى وطنك الأصلي ولديك بيت تملكينه وتستقرين فيه فإن السفر ينقطع ولذلك تصلين كل صلاة في وقتها أما إذا قلت لا أنا ما عندي منزل ولا عندي بيت وأنا سكني الأصلي في هولندا فنعم تقصرين وتجمعين إذا سكنت في الفندق وسكنت في شقق مفروشة أو استأجرت محل مثلا تسكنين فيه فترة الأسبوعين نعم لك القصر والجمع إن احتجت إلى ذلك والجمع إن احتجت إلى ذلك بارك الله فيك أمت الله من ليبيا تقول أنا عندي إعاقة جسدية وكلما تقدم إلي خاطب ترفضني أم الخاطب حتى لو كان الخاطب فيه أيضا إعاقة ويقول أن الرجل لا يعيب شيء ويأخذ أحسن منك وتقول تجاوز الاربعين وخاطري أتزوج ويكون عندي أطفال كيف أعرف بأن ربي كاتب لي نصيب في هذه الدنيا وإلا لا وكل ما أريد راحة البال ورضا بقضاء الله ولو ما عندي نصيب كيف أتجاوز هذا الخاطر أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا أخت الفاضلة أنت ولله الحمد ترفلين نعمة الإسلام ترى هذه أعظم نعمة بارك الله فيك نعمة الإسلام والإيمان ولذلك الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب شوف الآن الدنيا الجميع يشترك فيها المسلم والمشرك والبر والفاجر والمطيع والعاصي والدواب كل الناس يشتركون في هذه الدنيا بل قد يكون غير المؤمنين أكثر حظ بهذه الدنيا أما الدين ما يعطيه الله عز وجل إلا ما يحب هذا الدين الذي ارتضافه الله عز وجل دينا قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دين هذه نعمة من نعم الله أمر الثاني بارك الله فيك ما تمرين به من إعاقة هذه أيضا نعمة أخرى ستحمدين الله عز وجل عليه يوم القيامة جاء في الحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو كانوا من أهل البلاء لما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطية يقول يا ليتنا قرّضت جلودنا بمقاريض لماذا لأن يوم القيامة هذا اليوم الذي يعيش فيه الناس عيش أبدية سرمدية أبدية الله سبحانه وتعالى لذلك يتمنون لأن يرون أهل الإعاقة وأهل الإبتلاء يكفر الله عز وجل عنهم الخطايا والذنوب ويقفون يوم القيامة أنقياء نقاهم الله سبحانه وتعالى المسألة الأخرى أخت الفاضلة الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الإيمان بالقدر بمعنى أن كل شيء في هذا الوجود في العالم العلوي في العالم السفلي كل شيء بقدر الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره كل شيء فقدرنا فنعم القادر فالزواج وعدم الزواج والطلاق والحياة والمد كلها بقدر أنت الله عز وجل قدر لك أمر الله أنت إلى الآن ما تزوجت لكن لله الحكمة في ذلك قد يكون خبأ الله عز وجل لك زوجا صالحا طيبا تسعدين به في الدارين لكن ما أتى بعد سيأتي إن شاء الله ولذلك أخت الفاضلة يعني لابد أن تعيش هذه العقيدة تنظرين إلى قدر الله عز وجل السابق وترضين بقضائه وما يعني أصبت هذه الإصابة ولا تأخر الزواج تأخرت إلا لحكمة لأن الله تعالي يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلذلك أنعمي بهذه العقيدة هذا أصل من أصول الإيمان واعلمي بأن والله لو اجتمع من في الأرض على أن يمنعوا زواجك ما استطاع ما استطاع أما قضية والله بعض الأمهات والله الرجال لا يعيب شيء هذا كلام باطل الرجال يعيبها المعصية يعيبها الذنب وتعيبها الأخلاق السيئة كلام مبصحي هذا الكلام الرجال حتى لو كان عنده إعاقة ما يعيبه شيء هذا مبصحي الميزان عندنا في الإسلام التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والناس عبد تقي وفاجر شقي هذا الناس بذلك الله عز وجل يوم القيامة ما يحاسب الناس على أموالهم أو أشكالهم وصورهم أو مناصبهم لا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويقول جل الله ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ما قال نحاسبهم على أنسابهم وأموالهم ومناصبهم وجاههم أبدا أبدا ولذلك أنعمي بالا واطمئني وارضي لكن هذا ما يمنع أنك تكثرين من الدعاء تسألين الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح ما يمنع أن يكون هناك سعي من قبل أهلك مثلا لإخبار من يرغب في الزواج منك مثلا من أشخاص الصالحين هذه أسباب وعلى الله سبحانه وتعالى قصد السبيل أمت الله من أندونوسيا تسأل عن حكم أكل الدود أو اليرقات التي تعيش تحت أشجار الساج خلف الأوراق الجافة تقول ما حكم ذلك أخت أمت الله من أندونوسيا بالنسبة لأكل الحشرات واليرقات هذا لا يجوز نص العلماء على عدم جواز أكل الديدان وأكل الحشرات وأكل اليرقات هذا كله مما نص العلماء على عدم جواز أكله بارك الله فيك الأخت أمت الله من سلطنة عمان بارك الله فيها تقول أنا أعاني كوني طويلة القامة هل يجوز أن أدعو الله أن أكون أقصر تقول يعني تحملت أيام الدراسة كل ما يقال لي ثم ظننت في الجامعة وما يقال لي شيء في هذا لكن الجميع مستغرب من طولي وحيانا أقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أصبحت الآن ما أحب الخروج من البيت وإنما أبقى في البيت تسأل عن هذه المسألة أخت أمت الله من سلطنة عمان بارك الله فيك أولا بالنسبة للدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا يقول الإنسان هذا الدعاء في الفتن يعني في الفتن خاصة الفتن التي لا يتميز فيها الحق من الباطل فيقول هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لأدعاء بالنسبة لك ما أعتقد أن هذه الحالة التي عندك وهي طول القامة تستحق أن تدعين على نفسك بمثل هذا الدعاء الأمر الثاني الدعاء بي اللهم اجعلني أقصر هذا اعتداء في الدعاء نبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون من أمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء ومن جملة ما ذكره العلماء من الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يسأل الله تعالى عن عن أمور محسومة يعني أو أمور ليست يعني ليست من صفات البشر مثلا كان يقول اللهم أرزقني جناحين أطير فيهما مثلا مثلا أو من ذلك يعني اللهم أنت الآن في الجامعة كما فهمت تقول اللهم اجعلني أقصر هذا خلاص تم الخلق أو قصيرة تقول اللهم اجعلني أطول تم الخلق فلذلك يقول الفاضل لا يعني يذهب زمانك وعمرك في التفكير بمثل هذه الأشياء وبالنسبة يعني أنا ما أدري سامحيني أقول هذا الكلام أنا الذي أعرف بأن طول القامة يعني في الغالب مرغوب فيه و يعني هو من جملة جمال المرأة طيب لماذا أنت فسرت يعني كلام هؤلاء بأنه يعني يعيبون عليك لماذا ما فسرت بأنه غيره يغارون منك مثلا يحسدونك لماذا أخذت العكس مثلا قد تقول لا أنا طويلة جدا هذا خلق الله عز وجل فرضي بما يعني قدر الله عز وجل عليك وطبيعة وطبيعة النفس البشرية هي عدم القناعة بالشيء يعني الآن في بعض النساء أختي الفاضل يتمنون الطول أنت تتمنين القصر وبعض النساء بل أغلب النساء القصيرات تتمنى الطول وهذه طبيعة النفس يعني إنسان طبيعة البشر عدم الرضاء يعني والقناعة بأحوال كثيرة الغني يبغى يريد أكثر الفقير ما يقنع بالحالة المتوسط الناس حتى في الصيف والشتاء يقول ملينا متى يأتي الشتاء وإذا جاء الشتاء قالوا ملينا متى يأتي الصيف يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أو أنكره فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره والمقصود اخت الفاضلة اقنعي بما آتاك الله وهذا قدر الله سبحانه وتعالى ولا يضيع عمرك و زمانك بهذا الأمر فكري بالأشياء النافعة المفيدة التي تضيف إليك إضافات ترفعك عند الله عز وجل درجات والحمد لله وأنا أجزم لك يقينا بأن من يعني ينظر إليك بازدراء قد يكون حسد و غيره حسد و غيره أسأل الله تعالى أن يحفظك و أن يبارك فيك فهر من مصر يقول أنا مسحت على جواربي مع العلم أني طبقت شروط المسح و صليت صلاة و اثنين ثم خلعت الجوارب هل يجوز أن أصلي من دوني أن أتوضأ مرة أخرى فهر من مصر بارك الله فيك تعلم أخي الفاضل بأن المسح على الجواربين رخصة لكن له شروط من جملتها أن يلبس أن تلبس الجواربين على طهارة أن يلبسها على طهارة و أن يكون طاهرين بذاتهما و أن يعلم بأن لهما مدة للمسح المقيم يوم و ليلة و المسافر ثلاث أيام بليالهن و يكون المسح على أعلى الجواربين مسألة أن الإنسان توضأ ثم لبس الجواربين ثم مسح عليهم مسح عليهم ثم صلى صلاتهم مثل ما ذكرت و بعدين خلعهما و ما زال على طهارة ما زال على طهارة هذا شرط هذا قيد مهم ثم أراد أن يصلي هل يعيد لبس الجواربين أم يصلي هذه مسألة خلافية و لذلك بعض العلماء يبطل المسح يقول خلاص انتهى المسح لإنكشاف محل الفرض و بعض العلماء يقول يصح ما دام أنه ما زال على طهارة ما انتقذت الطهارة قالوا يصح ذلك لكن إذا أراد أن يلبس لا بد أن يتوضأ من جديد لأنه الآن أصبح لبسهما على غير طهارة لأنه مسح عليهم مسح عليهم فيكون ما تحقق معه هذا الشرط بارك الله فيك الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيه يقول يعني إمام المسجد الذي أصلي وراءه يكره الشباب المستقيمين وينعتهم بأبشع الصفات ويرميهم بتهم ويعني للأسف يقول أنا ما أخفيك بأنني أبغضه بسبب أفعاله هناك مسجد يبعد عني خمسة عشر دقيق وما معي وسيلة نقل فماذا أصنع في مثل هذه الحالة هل أصلي خلفه رغم بغضي له أم أصلي في البيت أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك بالنسبة لهذا الإمام يجب أن تصله هذه الرسالة وهي أن يتق الله عز وجل وأن يحذر من حصائد الألسن وأن يحذر من رمي الناس بمثل هذه التهم العظيمة فالله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإمام هذا الإمام ما يقرأ هذه الآيات في سورة الحجرات يعني ما مرت عليه كيف هذا يكون إمام وهو يتهم الناس بمثل هذه التهم الباطلة ويعني جرت العادة وهو الهدي الصحيح أن الإمام دائما لا يفرق جماعة المسجد بل يسعى إلى جمع الناس ويسعى إلى تأليف القلوب ويسعى إلى تفقد يعني المصلين حينما يغيب بعضهم هذا الإمام يعني أمره غريب جدا هذا والعياذ بالله هذا منفر لعباد الله هذا يعني يبغض الناس إلى بيوت الله عز وجل يبغضهم في بيوت الله عز وجل و لذلك أنا أدعوه و أدعو أمثاله إلى أن يتقوا الله و إلى أن يخافوا الله عز وجل و لا يجوز تحت أي سبب يقول والله أنا هؤلاء كذا هذا تهم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين و إذا كان هذا الإمام مثلا بعض المصلين وراءه انتقده مثلا في مسألة أو كذا كيف يرمي بالتهم المفترض أن يقول سمعا و طاعة النصيح يضعها على العين و الرأس و يقول أنظر في المسألة و راجع العلماء يعني مثلا أنا أفترض قد يكون هذا الإمام أخذ موقفا مثلا من بعض المصلين انتقدوه مثلا أو أرشدوه أو علموه في مسألة غابت عنه كيف يأخذ منهم موقف و كيف يتهمهم بهذه التهم و بالمناسبة أنا ما قرأت رسالة الأخ أبو عبد الرحمن الذي يذكر فيها أن هذا الإمام و للأسف يعني عنده من التهم أمثال الجبال أمثال الجبال و يشبه بعض المصلين الذين وراءه بتشبيهات عجيبة جدا حيث يدل على رقة في الدين و ضعف التقوى و مخافة الله سبحانه و تعالى فالواجب عليه أن يتق الله و أن يخاف الله و أن يتوب إلى الله و أن يولف القلوب و إذا قيل نصح يقول أنظر في المسألة و راجع العلماء و راجع كذا و إذا يعني حصل خطأ من بعض المصلين يترفق في نصحه و يليل له القول فبما رحمة من الله اللي أنت لهم و لو كنت فضلا غليظ القلب لن فضوا من حولك بالنسبة لك لا صلي خلفه لأن القاعدة عند أهل السنة و الجماعة الصلاة خلف البر و الفاجر الصلاة خلف البر و الفاجر لا تترك الجماعة إلا إذا كان المسجد الآخر يعني قريب ممكن تصله تقول أنت ما عندك وسيلة نقل لكن أنا أحذر هذا الإمام من مسألة غاية في الخطور أن الله تعالى لا يقبل أجر صلاته إذا فعلا هناك من خلفه يبغضونه في الله و ليس لدنيا و النبي عليه الصلاة و سمقوا ثلاثة لا ترفع صلاته و ذكر منها إمام قوم و هم له كارهون كارهون لدينه و ليس لدنيا إذا كان بينك و بين مشكلة دنيوية هذه لا علاقة له لكن لدينه كان يكون لعان سباب شتام و العياذ بالله نمام سيء الخلق يرمي العظائم على الناس و يبهتهم يفرق جماعة المسجد هذا و العياذ بالله يبغض في الله و لذلك الناس يكرهونه و لا أجر لصلاته الأجر لهم هم دون هذا الإمام ف لذلك أخي الفاضل أبو عبد الرحمن أنا أنصحك بنصيحة لعلها إن شاء الله يعني فيها فائدة لك و لمن معك في المسجد أن تحرصوا على أن تقتربوا من هذا الإمام لأنه قد يكون هذا الإمام زرع في دماغه و في ذهنه شيء عنك مثلا أو عن بقية المصلين يعني يرمونكم بالتشدد و التنطع و كذا ادعوه إلى بيتك اصنع له ولي ما اصنع له يعني يعني أكرمه قدم له هدية مثلا هذا شيء جميل أعتقد الله و الله أعلم إذا فعلا اقتربت منه أهديت له واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى ممكن هذا الإمام ينقلب و يتغير إلى الأحسن و الأفضل و الشيء الذي يكون سبب من أسباب الاجتماع في هذا المسجد بدلا من التفرق بيت النية يا أبا عبد الرحمن و أصلح الطوية و اصنع هذا الأمر أنت و مجموعة و اهدوه لكتاب مصحف تفسير مثلا ادعوه إلى مناسبة معينة اعتقد بأنه ربما يكون هذا الإمام لديه يعني معلومات مغلوطة هناك نمام يعني قرقر في أذنه مما جعله يتغير عليكم و أسأل الله تعالى أن يجمعك و إياه و جميع المسلمين على الخير ليلة من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الرجل الذي أسكن زوجته في ملحق غرفة واحدة هو و عياله الاثنين و عنده ذي الله مأجرها بحكم أنه يدفع الديون و كمل أكثر من سنتين و تم دفع الديون و صبرنا كثيرا و لكن دائما يغير رأيه و يزيد في مدة الإيجار إلى آخر ما ذكرت يعني من عدم اهتمامه و شيء من هذا القبيل و طبعا تقول يسهر خارج البيت و شيء من هذا القبيل أختي ليلى من دبي بارك الله فيك بالنسبة للمرأة الواجب عليها أن تصبر على زوجها و أن تعطيه الفرصة بعد الفرصة و أن لا تقف عند مثل هذه الأمور الدنيوية فما دام أن زوجك يعني تحمل الديون و حب أن يسدد الديون عن طريق تأجير البيلة هذه أعتقد بأنه ما و هو قد انتهى لكن يمكن بدت له أمور أو طمع في الأجار مثلا أو رأى بأن الأجار هذا ممكن كذا يعني حاولي أن تفسر الأمور تفسير صحيح بطبيعة ما ذكرتي بطبيعة الحال الحالة التي تعيشونها ملحق بغرفة واحدة أكيد بيبات في مكان آخر أو عند أمة أو عند كذا كما ذكرتي أنت فأنا يعني أدعوك إلى الصبر و التحمل و هذا ما يمنع أنك تناقشين ما بين فترة و أخرى و تذكري له يعني مدام أن الله عز وجل أنعم عليه بسداد الديون خلاص الآن ترجعون إلى المنزل أو البلة هذه لأن السعة في المنزل ذكرها النبي عليه الصلاة و السلام أنها من السعادة من سعادة المرأة في الدنيا البيت الواسع أما البيت الضيق هذا يجلب الشؤم يجلب المشاكل فذكري ما بين فترة و أخرى و أصبري عليه و أعتقد سيأتي اليوم الذي فعلا ينتبه لمثل هذا الأمر هذه نصيحتي لك أخت الفاضلة بارك الله فيك أبو عبد الملك من الإمارات يقول أنا يعني أقوم و الحمد لله منذ عدة سنوات بتلوات القرآن و ختمه لكن أسجل ذلك باليوم و التاريخ و هكذا و في بداية كل رمضان الهدف أني أعرف كم ختم أنجزت خلال السنة و هدف آخر هو معرفة إن كنت قصرت هذه السنة أكثر من السنة التي قبلها مثلا و هذا التسجيل يعني هل هذا التسجيل يكون نوع من الرياء مع العلم أنه لا يعلم بهذا أحد إلا زوجي اللي تقوم بنفس العمل أبو عبد الملك من الإمارات بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله توفيقا و سدادا و لا شك بأن هذا باب عظيم من أبواب الخير فتحه الله عز وجل لك و هو ختم القرآن أسأل الله تعالى أن يتقبل منك و أخي الفاضل أعطيك يعني مسألة تنهي هذا الأمر و هو أنا أقول لك الله عز وجل يعني بالنسبة لعملك لن يذهب منه شيء سواء نسيت قد ينسى الإنسان لكن الله تعالى يحصيه و لذلك اطمئن اطمئن إذا كان والله نيتك يعني تريد أن تحسب العمل فأعلم يقينا بأن الله تعالى أحصى عملك و أنك ستجده يوم القيامة بإذن الله تعالى و لذلك كان بعض السلف ما يحرصون على إحصاء الأعمال الصالح و أنما كان يقولون فيعني أعدوا يعني عدوا سيئاتكم الإنسان يحرص على أن يعد سيئاته أما الأعمال الصالحة فالله عز وجل كفل للإنسان بأنه ستأتي موفورة يوم القيامة و مضاعف أيضا إذا كان والله تقول أنا أحرص على أنني يعني حتى أنني أنشط إذا رأيت أنني في هذه السنة أقل من السنة التي قبلها لا بأس بذلك مدام أنه لا يطلع على ذلك أحد إذا أطلعت الناس عليه كان رياء إذا كان لوحدك تسجل هذا الشيء و الغرض أنك تقيس السنة هذه عن السنة الماضية و ترى هل أنك فعلاً ازددت أم تأخرت يظهر لي بأنه لا حرج و لا ينبغي أن يكون شغلك الشاغل و لا ينبغي أن يكون اهتمامك البالغ لكن إن حصل لك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر الأخ سامي السنوسي من ليبيا يقول أبي توفي و قبل سبع سنوات أمنني على دفتر الصكوك الخاص بي و في تلك الفترة كانت أسعار المواد الغذائية غالية و كان لا يشتري في تلك الفترة لوازم البيت بسبب الأسعار أخذت من حسابي من دون علمي مبلغاً قدره ثلاثمائة دينار تحويل بالصك لصالح متجر المواد الغذائية لأجل توفير حاجيات البيت من مواد الغذائية هل أرجع هذا المال في حسابه لضمه مع ما تركه من تركه سامي السنوسي من ليبيا بارك الله فيك و رحم الله والدك و غفر الله له الجواب لا لا ترجع هذا المبلغ لماذا؟ لأنك أنت صرفته على مصلحة البيت مصلحة الأسرة و الجميع استفاد وهذا يعني من الواجبات التي على الوالد فكان تصرفك لمصلحة البيت العامة لو أنك أخذته لنفسك نعم أما و قد صرفته على البيت فلا ترجعه و أسأل الله تعالى أن يغفر لأبيك أبو خليل من ليبيا أيضاً يقول إمرأة عثرت على قطعة من الحلي واقعة في إحدى المناسبات غرها الشيطان فأخذتها و لم تخبر عنها أصحاب المكان ثم باعتها و أنفق الثمنها الآن هي نادمة و تريد أن تتحلل منها فكيف الحل؟ يا أبا خليل من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة للقطة الذهب حرق النار نسأل الله العافية و السلامة لقطة الذهب هذه حرق النار و لذلك الآن يجب على هذه المرأة أن تبادر إلى التخلص من هذه اللقطة ما دام أنه قد مضى عليها زمناً طويلاً و لم يسأل عنها أحد فيعني تخرج قيمة هذا الذهب و تتصدق به عن نية صاحبها إلا إذا كانت قد علمت صاحبة الذهب كونها جاءت و سألت و هي كتمت و أخفت نعم ترجع هذا إليها بارك الله فيك أبو باسل من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول توسط بين بائع بيت و رجل يريد أن يشتري البيت و تم أخذ مبلغ من المال من المشتري كعربون لكي يجهز البائع المعاملة لكن المشتري عدل عن الشراء اتكلمت مع المشتري أن المبلغ لن يرجع له إلا ثلثه فقط و أخذت العربون أنا و أعطيت البائع جزء منه فما حكم ذلك و هذا كان قبل عشر سنوات و قد توفي المشتري أبو باسل من الأردن بارك الله فيك أولا أخي الفاضل بالنسبة لبيع العربون فالراجح من قول أهل العلم أنه جائس فالراجح من قول أهل العلم أنه جائس و هو أن يدفع المشتري مبلغا عربونا و ذلك حتى يحجز البيت أو السلعة أو القطعة أو شيء فإذا عدل عن الشراء و تراجع هذا ليس من حقي هذا هو الراجح المسألة الثانية بالنسبة لك يا أخي الفاضل العربون هذا ليس من حقك و إنما من حق البائع هذا من حق البائع فإذا قال لك البائع خذ جزء منه يعني مقابل السمسرة اللي قمت فيه هذا حق لك أما إذا أنت أخذت سمسرة منه ثم أخذت جزء من العربون من دون علم البائع فهذا ما يجوز حرام يجب عليك أن تتحلل منها بالنسبة للمشتري الذي مات هو دفع العربون و العربون هذا كما ذكرنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يستحق و خلاص الآن القضية بينك و بين البائع تراجع البائع تقول والله أنا حصل مني كذا و كذا و تطرم منه التحلل إلا إذا كان تقدرت بأن النسبة اللي يأخذها السمسار هي هذا الجزء و أخذت أنت من العربون و ما أخذت مرة ثانية من البائع لا شيء عليك في هذا بارك الله فيك سليمان عبد الله من السعودية يقول أنا أقول أذكار الصباح و المساء بين الأذان و الإقامة لصلاة الفجر هل هذا صحيح؟ سليمان عبد الله من السعودية بارك الله فيك الجواب نعم فعلوك الصحيح لأن الراجح من قوله أهل العلم أن أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الصباح و وقت الصباح يبدأ من دخول يعني من أذان الصبح الآن العلامة اللي هي علامة على الفجر الصادق فأكونك تأتي بأذكار الصباح بين الأذان و الإقامة بعد أذان الفجر أتيت بها في مكانها و في زمانها الصحيح طيب أخواني و أخواتي انتهى وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة منتهت إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير والسلام عليكم و رحمة الله